من حقول صافر بمحافظة مارب خرجت شحنة نفط باتجاه محافظة شبوة لكن إحدى الناقلات لم تنجح بالوصول إلى وجهتها بسبب إحراقها من قبل مسلحين اعترضوا الشحنة النفطية وفق مصادر الوكالة الأنظول أفادت بوصول بقية الناقلات النفطية إلى شبوة لم تعرف بعد هوية المسلحين الذين اعتدوا على شحنة النفط التي تضم عشر ناقلات وما دوافع الاعتراض وما هي الرسالة التي أرادوا إيصالها من إحراق ناقلة واحدة وإطلاق الأخريات تاتي هذه الحادثة بالتزامن مع تحركات مكثفة للحكومة في الخارطة الجغرافية التي تخضع لها من مارب إلى سيون إلى شبوة وهي خارطة تضم مناطق شمالية وجنوبية في إشارة ضمنية إلى اليمن الاتحادي الذي يواجه تمردا من قوى انفصالية مدعومة من الإمارات وبالتوازي مع التحركات الحكومية بدأ بشكل ملحوظ النشاط النفطي باتجاه الشبوة المحررة من المجلس الانتقالي حيث سانفت شركة صافر تصدير النفط الخام بكمية تقدر بخمسة آلاف برميل إلى منطقة عياذ ومنها إلى ميناء النشيمة النفطي بمحافظة شبوة استناف عملية تصدير النفط تعد المرة الأولى منذ بداية 2015 حيث توقفت عملية الضخ النفطي من حقول صافر التي كانت تنتج قرابة 200 ألف برميل يوميا ومن المتوقع أن يساهم النشاط النفطي في مأرب وشبوة بمساندة التحركات الحكومية باتجاه تثبيت سلطة الشرعية في المناطق الجنوبية التي تشهد صراعا بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ترجمة نانسي قنقر